السلام عليكم ورحمة الله لو سألنا أي واحد بيؤمن بوجود إله لهذا الكون هو أنت بتحب ربنا فالإجابة اللي حتسمحها بالطبع بحب ربنا قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه وقال النصارى إنما نعظم المسيح ونعبده حبا لله فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيب قل أيها الرسول إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني وآمنوا بي ظاهرا وباطنا فمحبة الله الحقيقية ليست مجرد دعوة باللسان وإنما يجب أن تكون بعيد عن الأهواء والضلالات والبدعة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بعلم لسنته الشريفة ولسيرته العطرة وإلا لضللنا عن الطريق لا محالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبذلك يكون كل من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن به كاذبا في دعواه وليس محبا لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال بعض الحكماء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب قال الإمام الشافعي تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ذاك هو ربي إن أقبلت عليه بصدق أقبل عليك وزيادة فأعطى المؤمنين الصادقين في حبهم حبا هو أعظم وزيادة ويغفر لكم ذنوبكم ويمح ذنوبكم ويسترها والله غفور رحيم فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم قال الحسن البصري عن تلك الآية الكريمة إنها آية الامتحان وقد صدق في قوله أتدري ماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول لأصحابه لما نزلت تلك الآية الكريمة قال إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى بن مريم والسؤال لك الآن هل تحب الله حقا وصدقا السلام عليكم ورحمة الله زعم اليهود والنصارى وغيرهم أنهم يحبون الله وفقا لأهوائهم فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فلما نزلت تلك الآية الكريمة قال عبد الله بن أبي لأصحابه إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى بن مريم فأنزل الله تعالى قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أيها الرسول أطيع الله باتباع كتابه وأطيع الرسول باتباع سنته في حياته وبعد مماته ومن يدعي أنه مطيع لله دون طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب في دعواه ولأن طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من طاعة الله ولأن طاعة الله والرسول وحدة واحدة لا تتجزأ قال الحق سبحانه وتعالى قل أطيع الله والرسول وأكد الحق سبحانه وتعالى ذلك وقال لنا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وبذلك واجب علينا جميعا أن نتعلم ونعلم الكرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأن لا نلتفت للفرق الضالة التي تعتبر الكرآن الكريم وحده هو المصدر للإيمان والتشريع ولا يعترفون بالسنة النبوية فإنهم أعرضوا عنك وأصروا على ما هم عليه من كفر وضلال فليس أهلا لمحبة الله فإن الله لا يحب الكافرين بل يبغضهم ويمكتهم ويعاقبهم أشد العقوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى جزاكم الله خيرا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين